لا دي جرحتني أولا لا فعلا التعليق ده جرحني جرحني جرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة حضرتكم طيبين وحلقة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعليه وصلى الله عليه وسلم وأوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فبيعنا نسعد بإذن الله تعالى أنا لقيت حاجة اه انا يعني مسامح واتصدق باعرضي لله في هذه الايام المفترجة ومسامح اللي ذكرت هذا الامر في حقي لكن انا يعني حبيت اعرض ومش اجيب التعليق مش اجيب التعليق او ممكن اجيب التعليق واعمل اه على صاحبة هذا الحساب اه الاختة كانت بتقول انا لاحظت ان كل حاجة اه فيما تعلق بامور الدين انت ضدها يعني انا دايما الدين بيقول ايه بيقول في مين انا ضد الدين وده لاني اوصيت الاخوات الحوامل بعدم الصيام خوفا على الجنين فدخلت اخت تانية وانا مسامحها برضو لله وعشان الايام المفترجة اللي ربنا يغفر لنا ويرحمنا ومسامحها ومسامح الاخت التانية لعلها وهي بتدعو ربنا سبحانه وتعالى الدعوة واثنين متشاحنين مش بتستجيب فسمحتها لكي يستجيب لها ان شاء الله في دعوتها وفي دعاها في رمضان ولكن انا بعاتبها الاخت التانية دخل بتقول ده ناقس يولنا الوضوء ضار بالجنين ودحت طبعا برضو كان التعليق في الفيديو الخاص بتأثير الوقوف وبكترة بتكلم فيه ان الوقوف لفترة طويلة لفترة طويلة هناك من الاخوات اللي بتصلي قيام الليل وبتصلي التهاجد كمان فممكن تقعد ساعة طويلة فبقول ايه في الفيديو كل اللي قلته يا جماعة صلي لما توقفي فترة لازم تعودي لو اعطي فترة لازم توقفي وكزة نوعي ما بين الوقوف والجلوس عشان ما يحصلش تواصل في عنق الرحيل غلط وإيه ضد الدين في اللي أنا قلته ولو ذكرت ان الصيام قد يضر الجنين فربنا سبحانه وتعالى هو اللي اجزلك هو اللي اجزلك الفطر مش انا وراجعوا راجعوا العلماء علماء الدين علماء الدين اهل الذكر فيما يخص بالحامل راجعوا لكم ما شئتم من اسماء المشايخ والعلماء على كل المداه راجعوهم وشوفوا فتواهم الخاصة بيه الحامل ستجدوا ان هؤلاء العلماء الافاضل اغلبهم اجازة ان تفطر الحامل اذا خافت على جنينه طب وهي هتخاف على جنينه ايوة طبعا هذا الامر قد يضر الجنين في عدد من الحالات وهو حالات بسيطة وقلت ان الحالات البسيطة دي ليه بتبقى حالات بسيطة مش حالات كبيرة لان ربنا رحمن رحيم وهو مش عايز يئذيك بيبقى صابر على عباده وبيمهلهم كثيرا فواقع الامر الحقيقة انا تأثرت جدا بهذا التعليق تأثرت ان انا دايقني ان انا يعني طبعا انا لا التفت للتعليقات السلبية في المجمل ولكن لما الموضوع يمس ان انا ضد بين ربنا لا دي جرحتني اوه لا فعلا التعليق ده جرحني 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 لان اه يعني انا ابرأ الى الله من اي حاجة تبعدني عنه ولو كان يعني عايز اقول لحضراتكم عفوا يعني لو كان خروجي اليكم سيبعدني عن الله فانا ساختار الله وسابعد عنكم ونفس القصة انتم لو اي حاجة يعني لا ما كان لكم الخيرة لو ربنا سبحانه وتعالى اختار طريق والشيطان اختار لك طريق اخر خلاص انت تختار طريق ربنا سبحانه وتعالى ولكن انا لا اتكلم بما لا اعلمه انا بتحدث بناء على ابحاث وبناء على كلام اطباء ومش كلامي خاص بي لا روحوا اليدا كاترة روحوا الاطباء نسا وتوليد روحوا الاخصائيين تغذية اخر روحوا الناس كتير جدا هتجدوا ان هذه المعلومة ثابتة ان هناك ضرر محتمل وقلت كمان ان ممكن الحامل تصوم ولكن في ظروف معينة اللي هي انها تكون سليمة مفيش انيميا في الشهور الثلاثة اللي في النص في حد بيخدمها كل الشهور دي لازم تكون متوفرة عشان تصوم وما يحصلش اي مضاعفات وقلنا ان في علامات لو حسنا بها بنفضل فايه اللي انا بقوله ضد الدين لو وقفنا في الصلاة ده يضر الجنين ايضره لو وقفنا فترة طويلة وعزبنا نفسنا طيب انا هنبعد بعيدنا عن الله عن الحمل والله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حكاية معروفة عن ان احد الصحابة حصلوا شائف راسه من غزوة من الغزوات اعتقد وفي جرح طيب الجرح ده بينزل دم طيب بيعملها عشان يصلي وفي دم بنازل منه فالصحابة قالوا له ايه بعض منهم يعني سمحوا من الله والحكاية موجودة وروحوا ابحثوا عنها ابحثوا عنها يعني ما تقولوش انا مقلف قالوا له لا اغتسل فلما اغتسل اختلت الماء بالدم راجل مات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قتلتموه فااااااااااااة فكرة انه لا يشد الدين احدا الى غلبة مافيش with us يتخذ من دين ربنا ااااااااااااا.. بلعسر الا ان هذا الدين اللي هو العسير مش دين ربنا اليسير الدين اللي هو اختاره انه يكون عسيرة هيغلب وهناك من الامثلة الكثيرة اللي ممكن نشوف فيها تشديد في الدين وواقع الامر انه حصل بعدها انفلات فالعبرة على فكرة مش بكثرة الطاعات والعبادات مش بكثرتها لا ولكن بالاخلاص فيها ربا واحدة حاملة اتقت وخافت على جنينها وهي مسؤولة كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيتها خافت على جنينها فما صامتش واحدة تانية صامت اثر هذا الامر على ان الجنين الروح اللي ربنا بثها في هذا الجنين في شهر السادس وشهر الخامس وشهر السابع في شهر جنين جنين بيطلع عنه زكا توقف نبضه ايهم يأخذ ثواب هذا الامر اللي صامت وموتت جنينها ولا اللي خافت على جنينها وما صامتش وقررت على فكرة ايه مش هتصوم لا هتصوم بس سألت في يوم اخر في ايام اخر عدة من ايام اخر انتو في ايه مش مدركين ليه محدش بيقول لكم ما تصوموش ولكن في هذه الايام لا ايام تانية اه بعد ما تفوقي وتولدي وتردعي ويتبقى زي الفل سومي ما شئتي يكشي كمان تصومي في عز نار شهر اغسطس وشهر الصيف وجبه حر والنهار طويل عايزة تصومي ما شئتي فانا هل كل اللي انا بقوله ده كان ضد دين سامحكم الله وانا بوشهد الله ان انا مسامحكم شكرا لكم